بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد أصدقائي وأحباء الصغار إني أحبكم في الله جميعا اليوم إن شاء الله نتكلم عن أجمل صداقة وأجمل صحبة ألا وهي صحبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم صحبة من تشتاق الجنة إليهم صحبة أحب الناس إلى الله بعد الأنبياء والرسل فقال فيهم النبي صلى الله عليه وسلم من آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك أن يأخذه ولذا يحب الله من يحبهم ويبغض الله من يبغضهم وأجمل مقاله عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن الصحابة إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فبتعفه برسالته ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء للنبي صلى الله عليه وسلم عايز أسألكم سؤال يا أصدقائي هل أنتم تحبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طبعاً هتقولوا نعم أيهاً نحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طب لو أنتم بتحبوهم ماذا تعرفون عنهم؟ طب لو أنتم تعرفوهم ماذا تعلمتم منهم؟ إحنا في رمضان إن شاء الله هنعيش مع بعض مواقف من حياة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هذه المواقف التي تدل على حبنا للصحابة أو حب النبي لهم قصة الإمام أحمد بن حنبل مع أحد جيرانه يحكيها لنا أو يرويها لنا جعفر الصائر فيقول كان من جيران الإمام أحمد بن حنبل رجل مقبل على المعاصي أي كان يفعل المعاصي وفي مرة وكان الإمام أحمد بن حنبل يجلس في مجلسه دخل عليه جاره فسلم عليه فرد الإمام أحمد بن حنبل السلام عليه وهو منقبض فقال قال الرجل لاحظ الرجل أن الإمام أحمد بن حنبل رد عليه السلام وهو منقبض فقال الرجل للإمام أحمد بن حنبل لمن قبضت مني يا أبا عبد الله أبا عبد الله هو الإمام أحمد بن حنبل يا أصدقائي لمن قبضت مني يا أبا عبد الله وقد توبت إلى الله من كل هذه المعاصي والذنوب التي كنت أفعلها بسبب رؤية رأيتها يعني أنت ليه انقبضت مني يا أبا عبد الله وأنا توبت إلى الله من المعاصي والذنوب اللي أنا كنت بعملها بسبب رؤية شفتها بس قال له الإمام أحمد بن حنبل وأي رؤية رأيت أو وأي شيء رأيت قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام ويجلس أسفل منه على مكان مرتفع ويجلس أسفل منه أناس كثيرون فيقوم الرجل فيسأل النبي الدعاء فيدعو النبي الكريم له فقام الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع حتى لم يبق إلا أنا فلم أقم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما لم تقم فتسألني الدعاء كما سألني الآخرون يعني أنت لما أمتش تسألني الدعاء زي ما الآخرون سألون فقال له الرجل يا رسول الله أستحي منك بسبب ذنوب التي كنت أفعلها أو أستحي منك لقبح ما فعلت من الذنوب فقال النبي صلى الله عليه وسلم قم فاسألني الدعاء وسأدعو الله لك فإنك لا تسب أحدا من أصحابي فقام الرجل فسأل نبي الدعاء فدعى النبي صلى الله عليه وسلم له واستيقظ الرجل من نومه وتاب إلى الله من كل هذه المعاصي والذنوب التي كان يفعلها شفت يا أصدقائي حبه للصحابة كان سببا في توبته ورجوعه إلى الله عز وجل اتعلمنا يا أصدقائي من هذا الموقف الرائع العظيم الجميل اتعلمنا إن لو أنا وأنتم عايزين ربنا يحبنا نحب الصحابة وندافع عنهم لو أنا وأنتم عايزين ندخل الجنة نتبعهم ونفعل كما فعلوا من الخيرات والطاعات التي كانوا يفعلونها أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجمعنا بهم في الجنة ونلتقي بهم إن شاء الله من هو الصحابي الذي سنتكلم عنه في الحلقة القادمة بإذن الله وما هي المعلومات التي سنذكرها عنه وما هو الموقف الذي سنذكره هذا سؤال أجيب عنه في الحلقة القادمة بإذن الله أستودعكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته